بكتير من الأحيان بحياتك اليومية أو إذا كان عندك اختبار مثل اختبار الائلز هتلاقي نفسك أنك مستطل تتحدث عن عائلتك باللغة الإنجليزية بهذا درس من English Starter إن شاء الله لح نعرف أساسية التحدث عن العائلة باللغة الإنجليزية ونتقنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم مدرس جديد من قناة Master English أدخل الإنجليزية يلا خلينا نقول بسم الله ونبدأ بدرسنا اليوم إذن أول شيء ممكن تنسأل لما تتعرف على شخص أو حتى بالاختبارات الإنجليزية How many? شي يعني how many? يعني ما هو عدد? كم? ما هو عدد أو كم? خلينا نقول نسأل children مثلا كم طفح أو ما عدد الأولاد أو مثلا siblings سابلين رحظوا لأن الكلمة بالاسم الذي يأتي بعد how many رحيكون بـ the plural بـ الجمع وليس بالمفرد How many children or siblings do you have? Do you have? How many children or siblings do you have? كيف نغير هذه السؤال حتى يفيدنا بحياتنا اليومية مثلا How many cups of water? كم كوب من الماء? Do you want? تريد إذن how many cups of water do you want? إذن منغير هون ونغير الفعل طبعا هنا لنجاوب بدنا نبدأ بالفعل نبدأ بالpronoun أو الاسم ثم بالفعل شو الفعل هون? هو have بمعنى لديه لديك لدي إذن I أنا ثم have have ونضع رقما children أو siblings إذن شو معنى siblings؟ يعني إخوة نستعملها بمعنى إخوة وأخوات brothers and sisters إذن فينا نقول I have five children لديه خمسة أولاد I have five siblings لديه خمس أخوة يعني إخوة وأخوات فينا نقول مثلا I have I have brothers and طبعا هنا sisters I have مثلا two brothers لديه أخوين and three sisters وثلاثة أخوات إذن ليش حطيت لك الأس بين قوسين إذن إن عندك أخ واحد مثلا أو أخت واحدة لحتقول I have one brother من دون الأس and one sister وأخت واحدة إذن هيك من جيوب على how many children siblings do you have مثلا how many cups of water do you want I want two cups of water أريدوا كوبين من الماء طيب ممكن تنسأل أيضا عن حجم العائلة فحيسألك do you have do you have a large large يعني كبير أو فينا نقول a small بدلا من large صغير family هل لديك عائلة صغيرة أو عائلة كبيرة فينا نقول كيف نجيوب I have كمان الفعل هو I have كمان الفعل هو have I have a large one أو فينا نقول family I have a large family فone هنا تجيب تستبدل family حتى من كبير كلمة عائلة مفهومة من السياق فينا أيضا نسأل do you live do you live do you live هل تعيش near بالقرب من your extended يعني عائلتك الكبيرة هل تعيش بالقرب من العائلة الكبيرة عائلتك الكبيرة يعني التي تتكون من الجد والجدة العم والعم والخال والخالة كل هولة بنسميهم extended family العائلة الكبيرة العائلة الكبرى فكيف منجيوب فينا نقول yes I do yes I do no I don't أو فينا نعطي الجواب بالكامل yes I live near them no I don't live near them خلينا نشوف جملة بالكامل I live near my family أو extended family إذا بيتحدد extended family إذن هنا family لوحدة ممكن أن تعني الأبوين والإخوة أو الزوج والزوجة والأولاد بدلا من near نستعمل close to close to I live close to my family أو إذا بدنا نقول أنا أعيش بعيدا عنهم I live I live I live far far from my family ممكن نقول extended family إذا نتحدث عن extended family ممكن أيضا إذا بننحدد مع من نعيش فينا نقول I live with I live with يعني أنا أسكن مع كذا 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 فينا نزيد and كذا مثلا I live with my wife زوجتي and kids أو children يعني ممكن نقول kids بدلا من children أو I live with my parents يعني الأبوين parents and siblings والإخوة إذا هول هنه أساسيات لنتحدث عن العائلة باللغة الإنجليزية اللي حاب يعمل سكينشوت رجاء أنا أعملوا سكينشوت وإن شاء الله سأقوم بإرسال صورة نظيفة غدا على Telegram Facebook و YouTube شكرا كتير للكون وإن شاء الله قريبا بدرس جديد من English Starter إذا حبت تعلم المزيد معي من ساحتي هالدروس لا يصل لك دروس أول بأول اضغط على هذه الدائرة ومع سبسكرايب فعلي الجرس ويلا أراكم قريبا إن شاء الله السلام عليكم